السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسول الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أخوانا الكرام طلبنا الأعزاء أسأل الله تبارك وتعالى نوفقكم ونصلحها لكم اللهم آمين يا رب العالمين بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتناول في هذا اللقاء حل الأسئلة على صورة الذاريات يعني أسئلة التفسير كان بعض الإخوة طلبها فنحلها إن شاء الله ما معنى الذاريات ده السؤال الأول ما معنى الذاريات طبعا بداية الصورة دي مهمة وبتيجي في الامتحان سواء علم أو أدب والأسئلة بتاعت كل صورة مهمة حلها إن شاء الله قبل ما تدخل الامتحان مهمة بيجيبوا منها الأسئلة ما معنى الذاريات الذاريات معناها الرياح لماذا لأنها تزر الطراب وغيره ربنا صحنا وتعالى حلف في الحقيقة الأربعة دول في بداية الصورة والذاريات يزرها فالحاملات يقرى فالجاريات يصرها فالمكسمات أمرها فهو بقول لك ايه حالي معنى الذاريات الرياح لماذا سميت بذلك؟ لأنها تزر يعني تنقل الطراب وغيره طيب ما المراط بقوله تعالى فالجاريات ليسرها بيسأل في الثالث حاجة ما قالش معنى الحاملات لو قالان الحاملات هنقوله السحاب لماذا لأنها تحمي المطر إنما هو بقول ما معنى الجاريات الجاريات ده اللي هي الفولك ما معنى يسر يعني زي يسر يعني هي بتجريه بكل سهولة وبكل سهولة وبكل يسر من اللي بيجرها كده الله سبحانه وتعالى كلام ده كان قبل ذلك قبل الديزل والمحركات وهذه الأشياء وأيضا فهي التأثير الآن أيضا بأمر الله سبحانه وتعالى تمام دي معنى فلجريات يسره ماشي إنما توعدونا بقولك ما نوع ما إنما توعدونا نوع ما دوجت في امتحان ما توعدونا دي إما مصدرية أو موصولة موصولة يعني تشيلها وتحط اللذي أي وعدكم موصولة يعني تشيلها وتحط اللذي يعني تقول اللذي توعدونه عفوا اللذي توعدونه طيب مصدرية بتؤول بمصدر ما مصدرية بتقول بمصدر يعني وعدكم توعدونا نقول وعد تمام يبقى نوع ما إما مصدرية أو موصولة موصولة تقول اللذي توعدونه مصدرية تقول أي وعدكم طيب السينة اتنين وده مش إجابته في الكتاب وبقولك دي تستشفها يعني لماذا أثبت القيامة لماذا أثبت القيامة ربنا أثبت القيامة وأكد الجزاء والحساب فهب ويسوب القسم ربنا أثبت القيامة بإيه ربنا أثبت القيامة بإيه قال إنما توعدون لصادق صح ما هو دي القيام إنما توعدون لصادق وأكد الجزاء والحساب بيسوب القسم وإن الدين هو ده الحساب والجزاء على الأعمال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع هو أكدها بالقسم إيه هو القسم اللي عندنا هو الزيرية زروعة الحاملات وقراف الجريات وصرف المقسمات أمرها بتحلف علي يا رب جاوب القسم إنما تعدونا لصادق وإن الدين لواقع أثبت يومي القيامة إنما تعدونا لصادق وإن القيامة ماشي إلوه الموعود بإلوه البعث وإن الدين لواقع دي الجزاء والحساب دي كل ده بفهمك السؤال لماذا أثبت الله سبحانه و تعالى القيامة وأكد الجزاء والحساب بأسوه القسم ليه ربنا اكد بالقسم الاجابة طبعا انت عايز تستشفها فانا بقول ايه لانه هم يعني بقولك ليه ربنا اكد بالقسم لانه هم كانوا بينكرهم هتقول لانهم كانوا ينكرون هذا فمنهم شك كان فيهم بشك ومنهم جاحد ومنهم منكر فاكد الله سبحانه وتعالى لهم بالقسم ليه ربنا اكد بالقسم لانهم مكنش مصدقين تقول لانهم كانوا في شك من هذا الامر فمنهم جاحد ومنهم منكر ومنهم شك تمام؟ في إجابة في كتب أخرى طلعت عليها قال لك لأن المقسم به أمور بديهية تمام؟ فمن قدر عليها أمور بديعية على حسب ما هو عايز أقول لي عنه لأن المقسم به أمور بديعية اللي هي الزريات والحاملات والجريات والمقسمات فمن قدر عليها فهو قدر على البعث والجزاء وانشاء فإجابة مش مناسبة لأنه أقول لك ليه ربنا أكد بالقسم؟ تقول له عشان المقسم به دي أمور بديعية فاللي يقدر عليها يقدر على الجزاء والحساب. لا طبعا. هو لأكد بالقسم لانه هما بيشوكم فامر ربنا ايه حلف لهم. تمام? السؤال اللي بعده ما المراد بقولي والسماء ذات الحبوك. والسماء ذات الحبوك لما يقول لك من المراد بقى تقول له دي قسم اخر. ماشي? طيب هو ما قالش ما معناها بقى. بس احنا نقولها له. ما المراد بالسماء ذات الحبوك دول قسم اخر. طب معناها بقى لها معنيين. الطرائق الحسنة. الطرائق الحسنة. مثل ما يظهر على الماء من هبوب الرياح. لما لشوات هوا يجو على وش المي. بيعملوا في المية ايه? ها? بتكركر كده. بتعمل امواج كده. دي اسمها طرائق حسنة جميلة. تظهر على ظهر الماء عندما تهب الرياح عليها. تمام? طيب. وكذلك اه حبكوا الشعر اثار تسنيه وتكسره. تمام? الانسان اللي هو شعر مثلا طويل ومتن كده فيبقى متعرج. فيقول لك السماء اصلا خلقتها كذلك. يبقى الطرائق الحسنة. معنى السماء ذات الحبك هي الطرائق الحسنة. مثل ما يظهر على الماء من هبوب الرياح. تمام? لبالك لو دي طلب منك مثلا مفردها وجمعها وكده. تقول دي جمع حبيكة. حبك جمع حبيكة. حبك دي جمع. مفردها حبيكة. وعن الحسن قال معنى تاني خالص. قال معنى الحبك عن النجوم. والجمع حباك. تمام? الحبك جمع حباك. ده المعنى والمفرد بتاعها الموجود هنا. تمام? طيب. معنى مورد بقول له السماء ذات الحبك. قلنا قسم اخر. قلنا طرائق حسنة او النجوم. لمن الضمير في القولي يقفك عنه من قفك. يقفك عن ايه? يقفك عنه. عن ايه? عن القرآن او الرسول. اللي عايز يبعد عن القرآن يبعد? اللي عايز يبعد عن الرسول يبعد. براحتكو خالص. يقفك عنه من من قفك. يعنى ده المعنى اللي بيتقلهم. ميتقلل المشركين يعنى. مش اللي انا بقول لكم كده. يقفكو عنه من قفك الضمير لالقرآن او الرسول. تبقى المعنى؟ يصرف عنه من صرف الصرف اللذي لا صرف اشده منه اعظم. يبعد عنه اللي باعد عن الرسول انه لا يبعد بعد ولم ين اكتر منه المتطعم منه مما يصرف عن القرآن و عن الرسول الذي مكتوبNA بمكتوب thrown Share يصرف عنه من صرف في سابق علم الله أنه لا يؤمن أو تقول كتبة في سابق علم الله أنه ما زال مصرف عن الحق لا يؤمن خلاص ده معنى يؤفك عنه من أفق ده كان السؤال الثالث السؤال الرابع بقى ما المراد بقوله مسوامة ويدل لي مسوامة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم حجارة ماشي حجارة من سجيل ربنا أرسل عليهم حجارة الحجارة ده وصفانها مسوامة الحجارة ده مسوامة يعني معناها بقى هنا ايه أرسل عليهم حجارة من طين وطبعا صورة ثانية قالت من سجيل الحجارة هنا معناها مسوامة مسوامة يعني ايه مسوامة الحجارة ده معلمة معلمة وكمة مسوامة ده مأخذة من السومة وهي العلامة على كل حجر اسم من يهلك به على كل حجر اسم من ينزل على رأسه زي الحجارة بتاعها طيران أبا بل كده تمام يبقى مساومة معناها معلمة من الساومة وهي العلامة على كل واحد منها اسم من يهلك به مساومة عند ربك عند ربك طبعا نقولها بالمرة لانه قال لك ما المربك قال لي مساومة عند ربك يعني فيه ملكه وسلطانه طيب ما اعربه في موسى وفي موسى دي طبعا معطفه وجد في امتحانات قبل جده معطفه على قبلها يا اخواني إلا قبله وتركنا فيها آية قرية قومولوت تركنا فيها آية علامة اللي هو أسود منتن تمام؟ علامة على حد ما الامم اللي بعدها اللي بعد كومولوت شفوه عشان يتعزم وفي موسى دي معطفه على وتركنا فيها آية أو معطفه على القبل والتركنا فيها آية معطفه على وفي الأرض آيات وفي الأرض آيات وفي موسى آية تمام؟ دي المعنى بتاعه وضح السر البلاغي فيه قوليه هل أتاك السر البلاغي هل دي على طول حتى لو انت مش عارف السر البلاغي شوف اللي قدامك بيقول ياه ولا بيشبه بيقول كه ولا بيقول هل على طول شفتك يقول قصة تشبيه بيقول هل تقوله ده قصة باستفهام بس ما تنساش بقى تقول غرض منه ده قصة باستفهام غرضه ايه او لازمته ايه هل اتاك يا محمد حد عرفك قصة سيدنا ابراهيم هل اتاك حديثه ضيف ابراهيم استفهم للتشوق بينشوائك حد عرفك طبعا الرسول يقول محدش عرفني لان القرآن ده مش من عند محمد صلى الله عليه وسلم انه هو من عند ربه بس افهم للتشوق والتفخيم تمام طيب السر البلاغي في قوله فتولى بركنه فتولى بركنه يعني ما فتكن ايه يعني مش بنعدل يعني فتولى بجنده فهو استعار ربنا صحنا تعالى استعار كلمة الركن للجنود بدل ما قول فتولى بجنده فتولى بايه بركنه وده عاد وده اصرار بلاغية سر بلاغ ده طبعا في البلاغة اتدرساء استعار thank you يبقى استعاره حيث استعار الركن للجنود لان فرعون ينتكوى الغيب تمام location ِ أي ما قول رأيتوا بحرا في المعهد رأيتوا بحرا في المعهد استعارت كلمة بحر استلفت كلمة بحر جبت كلمة بحر للإنسان العالم بدل ما قرأيته عالما في المعهد بقرأيته بحرا في المعهد تفاهم؟ دي استعار طيب حيث استعار الركن الجنود طيب السر البلاغي في قوله هو مليم وهو مليم فرعون مليم تمام؟ وسيدنا يونس برضو فالتقاموا الحطوة مليم مليم يعني هو اللي لم غيره واللي تبقى ملام المليم فدي فسر بلاغي ديت مجاز عقلي حيث أطلق الله سبحانه وتعالى اسم الفاعل على اسم المفعول الله سبحانه وتعالى أطلق اسم الفاعل اللي هو مليم دي اسم الفاعل على اسم المفعول والمعنى ان هو بقى ملام فرعون ملام مش مليم ملام على طغيان طب ربنا قال كده ليه قلنا أسرار بلاغية والقرآن ملان أو فيه كتير أسرار بلاغية يبقى مليم ديت ده مجاز عقلي حيث أطلق اسم الفاعل على اسم المفعول خلاص؟ اذكروا ما يستفاد من الصورة انت مليانة انت لو مشيت مع كل اية تطلع منها جملة مفيدة هو دي ما يستفد من الصور مش لازم تقول ما يستفد من الصور اللي هو موجود في الصورة مش لازم اللي هو موجود قصد في الكتاب يعني انت موجود تجيب من دماغك عادي وللتأكيد اقرأ اللي ما يستفد من الصور اللي هو موجود في الكتاب انا بقول لك مش لازم تجيب اللي موجود في الكتاب هات اللي انت فهمته من الصور مثلا في بداية صوات زاريات تقول ده قسم فالله سبحانه وتعالى لها ان يقسم بما شاء على ما شاء فالجميع خلقه سبحانه وتعالى تمام طيب بعد كده مثلا امشي شوية اه اه اتكلم عن الكفار صح لازانهم فغمرات الانساء هون يسألنا اينا هم الدين تقول اه 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 في الصورة او ما يستفد منها اه اه العذاب الاليم لمن اعرضه عن ذكر الله وذكر الرسول تمام اه بعد كده ان المتقين هه النعيم المؤبد للمتقين تمام اه اه مثلا تمشي شوية بعد كده القصص يستفدنا من القصص المراد من ذكر القصص الاتعاز والعبرة وغير ذلك ماشي عندك في قصص سيدنا ابراهيم مثلا هل قتاك يحضر سيدنا ابراهيم شوف سيدنا ابراهيم عمل ايه اكرم سيدنا ابراهيم الضيف دي شئ يستفد برضه تمام اه 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 ازدخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام اه قال سلامن قال سلام سيدنا ابراهيم اقوى من سلامهم هه نستفد منها ايه ان نرد على الهدية او الضيافة بافضل مما اتي الينا تمام اكرم الضيف واذا حييتم بتحية فحيوا بايه باحسنة منها تمام ايه حيات باق منها كتير مثلا مخلقت الجن والانس اللي يعبودون ده في اخر الصورة طبعا هه هه ان الجميع مخلوق العبادة الله سبحانه وتعالى انت طبعا اكيد تحافظ الصورة فا اه 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 اربع خمس ستة ايات من اللي انت فاكرون من الصورة طلع من كل اه جملة مفيدة هو ده اسمه مم يستفد من الصورة خلاص اسأ الله تبارك وتعالى ان يوفقكم وانوصلحها لكم لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته